من أهم مقاصد التشريع في الإسلام اجتماع القلوب والمودة والإخاء بين المسلمين لذلك شرع الله الاجتماع في كثير من العبادات ومنها صلاة العيد فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الناس كلهم بالخروج إليها حتى أمر النساء الحيض قائلا يشهدن الخير ودعوة المسلمين ويستحب الاغتسال والتجمل والتزين لهذا المحفل العظيم ويستحب في عيد الفطر أن يفطر على تمرات قبل الذهاب للمصلى فقد كان عليه الصلاة والسلام لا يغضو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويبدأ وقت صلاة العيد من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى وقت الزوال ويستحب أن تصلى في الخلاء أو المصلى لا في المسجد ولا بأس بصلاتها في المسجد إذا لم يتيسر المصلى أو شق الذهاب إليه ولا يستحب لها أذان ولا إقامة فقد كان عليه الصلاة والسلام يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى فأول شيء يبدأ به الصلاة وصفة صلاة العيد ركعتان يكبر في الأولى ستة تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام والاستفتاح قبل القراءة وفي الثانية خمسة تكبيرات بعد تكبيرة الانتقال ويرفع يديه مع كل تكبيرة ويكبر الله ويسبحه ويحمده بين التكبيرات ويستحب أن يقرأ في الركعتين بسورتي الأعلى والغاشية أو بسورتي قاف والقمر ثم يخطب الإمام بعد الصلاة خطبتين كالجمع ويستحب للمأمومين حضورها ويستحب للمأموم أن يبكر للمصلى ماشية وأن يرجع من طريق غير الذي أتى منه ويسن لمن فاتته صلاة العيد أن يقضيها على صفتها لا تكتمل فرحة العيد إلا بطاعة الله تعالى وأداء ما أمر به وشرع ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما